يقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث بزيارة للحديدة هي الأولى لمبعوث أممي إلى هذه المحافظة المهمة جيوسياسيا والمنكوبة إنسانيا منذ انقلاب سبتمبر 2014 وبالتزامن مع وجود جريفث شنت ميليشيا الحوثي قصفا مدفعيا من داخل أحياء المدينة باتجاه مواقع تمركز قوات الجيش والمقاومة الشعبية شمال وشرق المدينة هذا تصعيد يضع المبعوثة الدولية في امتحان إزاء مصداقيته تجاه الوضع المتأزم أمنيا وإنسانيا في المحافظة التي يقع أكثر من 70% من سكانها تحت خط الفقر وأحوج ما يكونون للإغاثة العاجلة رغم وجود أكبر مخازن للإغاثة في المحافظة لعل الإختبار الحقيقي لزيارة المبعوث الأممي هو قدرته على الاطلاع عن كثب على التداعيات الإنسانية لانقلاب والحرب على حياة سكان المدينة المنكوبة وكذلك إمكانية زيارته لسجون الميليشيا التي تحتجز فيها العشرات دون أي إجراءات قانونية ولأسباب سياسية إضافة إلى إمكانية زيارة الأحياء الواقعة على خطوط المواجهات والتي تعيش أسوأ الظروف الإنسانية خصوصا منظر والربصة وغليل وسبع يوليو والخمسين سيكون متاحا للمبعوث الأممي أن يتعرف عن قرب على الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان الحديدة في ظل تمترس الميليشيا بهم وما استحدثته من حفريات وخنادق وكيف قطعت أوصال الشوارع ودمرت شبكات المياه والكهرباء وكيف أنها استخدمت عشرات الحاويات من الميناء متارس وملأتها بالتراب وقطعت بها بعض الشوارع وكيف أنها سيطرت على المستشفيات وأعطت الأولوية لجرحاها وأتباعها على حساب المرضى الفقراء لكن تساؤل الأهم سيتركز حول ما سيقوله جريفث عن مشاهداته في الحديدة وحقيقة ما رآه والطلع عليه هل سيكون دقيقا أم مراوغا ومنحازا